أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع فرنسا والتي تمثل ركيزة همة للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمنطقتين الشرق الأوسط وشرق المتوسط والقارة الأفريقية خلال اجتماعه مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإيليزي في العاصمة الفرنسية باريس أعرب رئيس السيسي عن تطلعه لتعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الفرنسي بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين حيث أكد رئيس الفرنسي تقدير بلاده لمصر على المستويين الرسمي والشعبي والتزام بلاده بدعم مسيرة العلاقات الثنائية المشتركة في مختلف المجالات مشيدا بجهود الرئيس السيسي لصون السلم والأمن الإقليميين كما شهد الاجتماع تباحث حول عدد من الملفات الإقليمية لسيما مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن تقدير بلاده البالغ تجاه الجهود المصرية ذات الصلة بما فيها جهود إعادة إعمار قطاع غزة مبديا تطلعه الاستمرار التشاوري مع مصر في هذا الخصوص وقد أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت في هذا الصدد بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية كما تم استعراد تطورات الأوضاع في كل من شرق المتوسط وليبيا وسوريا ولبنان حيث أكد الرئيس السيسي أنه لا سبيل لتسوية هذه الأزمات إلا من خلال الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة أراضيها وسلامة مؤسساتها الوطنية من جانبه أعرب رئيس ماكرون عن تطلع فرنسا لتكتيف التنسيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط وذلك في ضوء الثقل السياسي المصري في محيطها الإقليمي مشيدا في هذا الصياق بالجهود التي تبدلها مصر لدعم مساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمة القائمة وأضاف متحدث رئاسة أن الاجتماع تطرق كذلك إلى الوضع الاقتصادي الدولي الصعب الناشئ عن الأزمة في أوكرانيا حيث تم التوافق على أن الوضع الحالي يفرض على كافة الفاعلين دوليين التحلي بالمسئولية لإيجاد حلول وآليات عملية تخفف من تداعيات الأزمة على الدول الأكثر تضرورا وأكد رئيس السيسي في هذا الصياق على رؤية مصر بأهمية إبقاء الباب مفتوحا أمام الحوار والحلول الدبلوماسية من قبل كافة الأطراف المعنية كما أطلع رئيس السيسي نظيره الفرنسي على استعدادات مصر الجارية لاستضافة القمة العالمية للمناخ كوب 27 بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم ومساعي تنسيق الجهود الدولية لتحقيق تقدم ملموس حول قضية تغير المناخ والخروج بنتائج إيجابية من هذه القمة ترجمة نانسي قنقر